بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تدري ما يلد لك كل يوم جديد فالإنسان في هذه الدنيا مبتلى وحينما تأتيك الأخبار وخاصة إذا تعلق الخبر حول مصيبة الموت في عزيز تفقده فجأة لم يكن طريح الفراش تنتظر موته وتكون قد استعددت طوال الأيام وأنت تنظر إليه لكن موت الفجاءة هو من الرسائل الربانية التي تجعلك تنتبه بحيث تقلب حياتك رأسا على عقب أنت في شأن وحينما يأتيك مثل هذا الخبر كالصاعقة تصير في شأن آخر ثم إذا كانت مصيبة الموت في أحب الناس إليك تأتي مفاجأة وعن طريق حادثة الله أكبر فهذا مما يزيد المصيبة ألما وأكثر من ذلك إذا كانت هذه المصيبة في موت الأحباب الفجائية بحادثة وتأخذ لك مجموعة من أبنائك أو أقربائك فتصبح المصيبة أعظم وبهذه المناسبة وقد فقدنا ثلاثة من فلذات أكبادنا في طريق جرادة كما تحدثت عن ذلك المواقع الإلكترونية وأظهرت بعض الصور الأليمة التي لم تعد أبدا تهم أصحابها بل كلنا كلمنا وفجعنا بهذه المصيبة لأنها أرواح بريئة ذهبت هكذا بهذه المناسبة فإنني أعزي أهل المصاب وأسأل الله تعالى أن يتلقوا أمر الله بالرضا وأن يعطيهم أجر الصابرين فقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وراجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون ثم إنها مصيبة أيضا في رمضان وفي العشر الأواخر فنسأل الله تعالى سبحانه أن يزل الثواب فإذا كان الصبر في غير رمضان يستوجب الأجر بغير حساب فإن في رمضان بغير حساب بغير حساب يضعف هذا الأجر ثم إننا نسأل الله تعالى لهؤلاء الذين فقدناهم من فلذات أكبادنا أن يكونوا إن شاء الله ممن قبلهم الله عنده وماتوا في العشر الأواخر تلك الأيام التي تعتبر عند أهل القبلة من المؤمنين أيام العتق من النار فاللهم أعطق رقابهم ورقاب سائر المسلمين من النار هذا هو الحدث اغتنم هذه الفرصة إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن نلملم جراحنا ونحاول إن شاء الله تعالى أن نستفيد بهذا الحدث ونفيد ونوجه إن شاء الله تبارك وتعالى أولا كلمة حول حيثيات الحادث ثم رسالتين رسالة إلى الآباب ورسالة إلى الشباب أبناؤنا وفلذات أكبادنا أولا أنتم تعرفون إن شاء الله كما تنقلت مواقع الأنترنت أن الحادث الذي وقع هو بين شاب بيني وشاب تمططي وراءه يمكن أخته إن شاء الله تعالى صغيرة على دراجات كبيرة الموضوع موضوع الدراجات هذه الدراجات الكبيرة الخطيرة هي عندها سرعة فائقة تقريبا عندها في الكونتور تقريبا نحتصل إلى ثلاثمية ثم هي ثقيلة في الوزن تزن أكثر من طن وخطورتها تكمن في السرعة ثانيا في كونها ثقيلة ثالثا في كونها ليست لها شبكة أمان رابعا أنها بأدنى حركة يمكن أن توجي بحياة الإنسان هي أخطر من السيارة لعدة اعتبارات لأن السيارة إذا لاحظتم هي واسعة والإنسان هناك في السيارة له حزام وهناك مجموعة من شبكات الأمان هي غير موجودة أبدا في هذه الدراجات ولذلك فالإنسان حينما يركبها ونحن نشاهد الشباب وهم يركبونها ونشاهد تلك السرعة الجنونية وتمر علينا ونحن في السيارة كالبرق الخاطف حتى نضع أيدينا على قلوبنا حينما نرى تلك الدراجات تجداز السيارات بسرعة جنونية فائقة فيسأل الإنسان اللطفة وهو ينظر إلى هذا المنظر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن فإذا كانت بهذه الخطورة فنحن بإذن الله تبارك وتعالى نريد أن نوجه رسالتين كمعشر رسالة إلى الآباء فأقول لهم نعم يمكن للأبي أن يدخل الصرور على الشاب بطرق شتى حتى وهو يشتري لهم وسيلة من وسائل النقل إذا كانوا يحتاجون إلى وسائل النقل فليختر وسيلة تقل فيها الخطورة هذه واحدة ثانيا يشتري مثل هذه الوسائل تعالى النقل إن شاء الله تعالى لشاب بإذن الله تبارك وتعالى قد شارب عقل نقوله شارب عقله يعني اكتملت فيه إن شاء الله معاني الرجولة ويستشعر المسؤولية لأن الدراجة هذه مسؤولية فلا تعطى إلا لمن يستشعر خطورة المسؤولية فالركوب فيها مجازفة بروحه وبأرواح الآخرين فالأب عند اتخاذه القرار لشراء هذه الدراجة لأبنائه فليستحضر هذا المسؤولية الخطيرة مسؤولية الأرواح ليست روح هذا الولد الذي يشتري له ولكن الأرواح الأخرى المعرضة لخطر استضامها بهذه الآلة إذن فنقول الآباء إن شاء الله تعالى وهم اشترون هذه السيارات هذه الدراجات بأثمنة غالية كان الأولى أن تشترى أمور أخرى بإذن الله يستفيد منها أو لا قد حضرت لخطبة هذا اليوم وتطرق في معرض الحديث عن هذه الحادث ووجهه والآخر رسالة إلى الآباء فقال إن خمسين ألف درهم أو سبعين ألف درهم هذا الثمن الذي ينفق من أجل شراء هذه الدراجة لو أنفقه الإنسان على هؤلاء المراهقين مثلا في طلب العلم أو في أمور تفيده فكريا ثقافيا إيمانيا روحيا لكان إن شاء الله له مرضود أكبر إن شاء الله تبارك وتعالى إذن فالوالدين والآباء نوجه إليهم إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وهي أن يستحضروا خطورة ما يفعلون وخطورة ما يمكن أن يؤدي إليه هذا القرار بالنسبة لأولادنا الشباب نقول بإذن الله تبارك وتعالى إذا ابتليتم بشراء هذه الدراجات فعليكم بإذن الله تبارك وتعالى أن تحسنوا القيادة أن لا تتهوروا إنها روح إن الإنسان بهذا العمل لا أخفيكم من ناحية الشرعية أن بعض هذه التصرفات للذين يملكون هذه الدراجات تدرج في خانة التهور وربما تدرج عياذا بالله في خانة الإقدام على الانتحار فالإنسان في طريق لا تحتمل سرعة أكثر من مياه وكي إن شاء الله تبارك وتبارك أنت عميه وأنت مثلا على تلك الدراجة تسوقها بمتين وستين فهذا انتحار يا أخي هذا انتحار هذا من ناحية الشرعية انتحار ولذلك الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمة الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى يقدر هذه المسؤولية ويقدر حجمها وليت الأمر يتوقف عند فقدان روحه حينما يحدث له حادث بل مثل هذا الحادث سيؤدي بحياة الآخرين فيتحمل روحه وروح الآخرين فيصبح منتحرا وقاتلا في نفس الوقت كيف يمكن للإنسان أن يقبل أن يكون منتحرا وأن يكون قاتلا في نفس الوقت الله يجزيكم من خلال ولدته ره مرت علينا الكثير الكثير من هذه الأمثلة أحبابنا وصحابنا فقدوا أولادهم احنا عندنا واحد من العائلة جاي من الخارج فراكب على هذا المصيب هو واحد والعمو وجرى بسرعة فلما حدث له الحادث نقل إلى المستشفى وقد أصيب كما يقولها بالتقريط على طبا ملتي فراكتور مع معنى ملتي فراكتور يعني كسور لا نهائية الكسور في الجسم كله واضطروا بعد ذلك لنقله في الطائرة مباشرة إلى فرنسا يعني ما قتلوا حتى شي حاجة اللي ولدي هلاش أسيدي هذا الشيء والسيد شاب مقبل على الحياة لماذا نسرف والعياذ بالله ولا نقدر خطورة هذه وعواقب هذه التصرفات لا مسؤولة وذلك أوليدتي انطلاقا من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وانطلاقا من واقع هذه الدراجات وما يخلف عياذا بلهذا المجال من ضحايا فإننا نوجه إليكم رسالة ود ورسالة رحمة وشفقة أن ترحموا أنفسكم فالله سبحانه عز وجل أرحموا بكم من رحمة الأم فلا تعرضوا أنفسكم للتهلكة قال تعالى في كتابه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين فكأن الله تعالى يقول كل من ألقى بيده إلى التهلكة فهو مجانب للإحسان فهو يعرض نفسه والعياذ إلى العبث إلى العبث فنسأل الله العفو والعافية ونسأل الله أن يحفظ أبنائنا ونسأل الله تعالى يجزي للثواب لأهل هؤلاء الذين فقدناهم وصلا الله على حبيبنا المترجم للقناة